بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من المهن التي ستظهر ايضا وبدأت بالظهور وسيكون لها شأن عظيم هي ادارة النفايات تعلمون ان العالم بازديات اكثر من سبعة الى ثمانية مليار شخص على سطح الارض يوميا يقومون بانتاج مخلفات ونفايات سواء بيتية او في المصانع او غيرها هذه النفايات بحاجة الى ادارة لاعادة تدوير بحاجة الى اعادة استخدام اما المهنة التي تليها ستكون من المهن التي سيكون الاقبال على توظيف الاخصائيين فيها هي مطورون الادوات التي يمكن ارتداؤها مثل مطورون ملابس الفضاء مثلا مثل مطورون نظارات الطبية للبشر مثل مطورون الساعات التي ستقوم مستقبلا بالعمل كمختبر طبي في يد الانسان بحيث تقوم الان حاليا تقوم بقراءة ضغط الدم تقوم بقراءة النبض تقوم بقراءة خطوات المشي التي مشيتها تقوم الان بقراءة السعرات الحرارية التي تم حرقها خلال اليوم مع الحركة ستتطور لتكون مختبر طبي متنقل في ايدي البشر سيكون على هذه المهنة طلب شديد مستقبلا اما المهنة التي ستظهر وسيكون الطلب عليها شديد في العقدين القادمين هي مهنة مستشارو المظهر اي الذين سيتم استشارتهم في المظهر للشركة او المظهر للاشخاص او تحسين صورة الشركة او تحسين صورة الاشخاص بما يليد مع متطلبات العصر القادم هؤلاء سيكونوا استشاريون في تحسين المظهر وبيان جماله سواء بالنسبة للشركات او بالنسبة الى الافراد اشتركوا في القناة